السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين في مقطع جديد يتعلق بإنجاز التطفيقات الكتابية الصفحة 78 من كتاب المفيد في اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم لإتداء نبدأ على بركة الله بمصرف الفعلين سمع وترك حسب الضميرين والأزمين أنت سمعت أنت تركت في المضارع أنت تسمع أنت تترك في الأمر أنت اسمع أنت أترك عند الضمير أنت أنتما إذن أنت سمعت أنت تركت في المضارع أنت تسمعين أنت تتركين في الأمر قنقول لها أنت إسمعي أنت أتركي تفقنا أن أنتما أنتما سمعتما أنتما تركتما في المضارع نقول أنتما تسمعاني أنتما تتركاني في الأمر قنقول لهم أنتما اسمعا أنتما أتركا نعم نكتب الإجابات نعم إذا الجواب ديلي هو هذا غير هذا من المكان أنت تسمعين وأنتما تسمعاني مزيلا ثم عنا سؤال ثاني أحويل أيتها الحمامة انطلقي نحو الطفلة إذن أيها العصفور نعم نقدر نخلي نفس الجملة أو أننا سنحولها للمفرد إذن أيها العصفور المفرد مذكر انطلق نحو الطفل تفقنا ثم الجملة الثانية أشكركم لأنكم أنقذتم حياتي أشكركم هنا يا أنتم لأنكم هنا يا أنتم إذن أشكركم لأنكم أنقذتم حياتي نعم أنا أشرحه من بعد نكتب لكم الجواب تفقنا كانت الطفلة ترتجف من البرد كانت الطفلتان ترتجفان ترتجفتان من البرد أيها الخروف امنحني صوفا لأصنع ثوبا أيتها النعجة امنحيني صوفا لأصنع ثوبا إذن أكتب لكم الإجابة نعم الجواب ديرنا هو هذا نعم اللي بغي نقله نعم هنا ترتجف من البرد كانت الطفلتان ترتجفها من البرد وهنايا امنحيني صوفا لأصنع ثوبا ثم أركب أرتب وأركب جملا تفتدئ بأفعال نعم نوضح لكم الكتاب أن القرية صارت سعيدتان أن مرويا الزرع باتا ظل متساقطا المطر لاحظة باتا دراكم لون مغاير النصارتي باتا وظل هذه كنسميها النواسخ الفعلية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر إذن هذا اللي منصبه هو الخبر وهذا اللي مرفوعه هو المبتدأ إذن كنبدأه بالناصخ هو الأول وعاد كنلحق عليه المبتدأ وعاد الخبر دياله إذن صارت القرية سعيدتان باتا الزرع مرويا ظل المطر متساقطا سهلا دفقنا لاحظ أن الفعل في كن ظل باتا صارتيا الفعل هو اللول ثم تيجي من مورا المبتدأ ثم من مورا الخبر القرية سعيدتان الزرع مرويا المطر متساقطا نكتبوا الجمال نعم هذا هو الجواب ديالنا اللي بغير نقلوه كذلك رابعا أحول مثل حافظ يحافظ محافظ محافظة أن شارك يشارك مشارك مشاركة نعود لكم أن حافظ يحافظ شارك يشارك حافظ حافظ محافظ شارك مشارك حافظ محافظة شارك مشاركة كتبوا الأجوبة نعم إذن أحبائي هذا هو الجواب ديالنا بهذا نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي ومكون تعبير الكتاب ستجدونه الفيديو أمامكم لمن لم ينجز بعد مكون تعبير الكتاب وإلى اللقاء